حقيقة مع نهائي دوري أبطال ومش عايزة أقول مفاجأة الريال وتتويجه باللقب الأربعة عشر الحقيقة فيه في تاريخه لقب دوري أبطال أوروبا لكن الحقيقة الكرة علمتنا أنه في كل مشوار فيه كتير من الدروس المستفادة وصحيح فيه بالذات في الكرة الأوروبية يعني وفرق أوروبا بينما بينها الأفضل على مستوى العالم والأقوى على مستوى العالم بنسمع تحليلات وبنسمع مقارنات وبنسمع إرايات مين الأقوى مين الأفضل لو الحقيقة شفتوا بداية الريال في بداية الموسم وفي مشواره في بطول الدوري الأبطال على وجه التحديد حابعت شوان الليجة في أسبانيا كلم على مشواره في دوري الأبطال وسألت قاعدت المحللين رأيك في فرص ستويج ريال مدريد باللقب كان استبعد الحقيقة الفريق الملكي بشكل كبير وحطه قدامه منافسين ممكن يظهروا على الورق أقوى بكتير وبمراحل محدش يقدر يستبعد فريق زيال PSG حتى تشيلسي حامل اللقب كان ضمن المرشحين الأقوى وبالتأكيد ليفر بول في النسخة الأفضل مع يورجين كلوب السنة دي كان برضو واحد من الفرق المرشحة والغريب والعجيب والغير منطقي هي بر علم المنطق بشكل كامل كرة القدم علمتنا أنه ما فيش شيء منطقي وأنه في النهاية كل 90 ديها بتتلعب ليها ظروفها وليها استعدادها وليها درجات التركيز فيها وليها طبعا حالة التوفيق من عدمه وأعتقد أن التوفيق ما كانش حليف ليفر بول مبارح بقي شكل من الأشكال إذا كنت تعتقد أن فينيسيس جونيور وأنه كريم بنزيمة هم أصحاب الفضل الحقيقي في التتويق فاسمح لي أن أنا أختلف مع حضرتك وأقول لك أنه في ظني وفي تقديري أن تيبو كورتوها لعب دور البطل في مشوار ريال مدريد وحتى وصوله للحظة التتويق تقلق كورتوها ما كانش مبارح بس لكنه كان متقلق في أكتر من لحظة عملت فارق حقيقي ونقلت الريال نقلة كبيرة جدا أهمهم محطتين محطة مباراة العودة أمام المان سيتي وبعد تلقي هدف رياض محرز كان من الممكن جدا أنه سيتي ضعف النتيجة مرة واثنين وثلاثة ولكن تقلق كورتوها هو الليد فرصة للريال للعودة مرة تانية مبارح أعتقد أنه النجم الأهم في الريال كان تيبو كورتوها اللي أنقذ الريال الحقيقة من هزيمة ثقيلة ووقف بالمرصد لكل محاولات الليفر ولكل محاولات الكنج المصري محمد صلاح للأسف الشديد جدا والحقيقة أنا حابب يوجه رسالة لصلاح مبارح طبعا ما كانش موفق على رغم أنه لعب دور كبير جدا في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى ريال مادريد أعتقد أنكم تتفقوا معي أنه ده ممكن يكون الموسم الأفضل في المستويات اللي قدمها محمد صلاح مش بس في الأرقام في المستوى اللي وصل لي محمد صلاح على مدار مشواره الاحترافي الكامل مش بس مع ليفركول كورة صلاح اتطورت بشكل كبير جدا وده بين قوي الموسم الحالي ده ورغم التقلق الكبير لصلاح ورغم أن الناس كتير بتشوفوا أنه بقى من الأفضل أو على مستوى الأفضل في العالم لابد أنك تحط اسم محمد صلاح إلا أنه خسر بطولة أمم أفريقيا في النهائي مع مصر ما قدرش يتأهل لكاس العالم في مواجهة سنغال خسر لقب الشامبيونز ليج في المحطة الأخيرة في المباراة النهائية وخسر كمان لقب البريمير ليج بس الرسالة اللي حقيقية حابب أن أنا وجهها لصلاح لو كان صوت واصلي بقوله أنك عندك الأفضل وأنه الأفضل لسه مجاش وأنه الحلم ما انتهاش وعندك قدرة بالتأكيد أنك أنت تنافس في مواسم جاية كبير جدا على أقل الموسم الحالي نروح لفرقتنا ونتعلم الكورة ونتعلم من مواجهة مباراة كان في مواجهة من العارة تقيل يعني اللي شايف واللي قرأ بين السطور بعيدا عن الحداشر ضد الحداشر في الملعب كارلو أنشلوتي في مواجهة يورجن كلوب بحقيقة مباراة حاجات تدرس وأخطاء أعتقد على الدكة سهمت بشكل كبير جدا في خروج المباراة بالنتيجة دي لصالح ريال اللي تقريبا ما كانش موجود وتقريبا كان واضح جدا أنه كارلو أنشلوتي كان بيلعب على اللعبة دي كان بيلعب على الكورة دي كان مخفص فرقته أنه ده السبيل الوحيد أو دي الطريقة الأمثل أنه نخترق ونسجل في مرمى الليفر وقد كان رغم الاستحواز والفرص والمهضرة والسيطرة تقريبا شبه كاملة على مجرات اللقاء لكن كانت في النهاية طبعا النتيجة لصالح الريال على قولة